بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع الفقرة الأخيرة من تعريف الwork من مقرر هيرمو ديناميكس and fluid mechanics الشابتر 1 energy and energy transfer كنا في الحصة الماضية والتي قبلها كنا قد بدأنا تعريف أو إظهار energy transfer by work أو كل ما يخص الwork فهذه الحصة زي ما قلنا من أول سنحاول إني نكمل تعريف energy transfer by work وفي هذه الحالة لما يكون عندي polytropic process that means what polytropic process that means the relation between pressure and volume is defined by PV as N is equal C where N and C are constant فهنا على حسب المعادلة PV as N to say we see ولو بغينا نعرف في الwork زي ما قلنا الwork بداية equal dV هنا بداية والنهاية حقة الانتغران تتغير بما أنه المشتق أصبح V فتصبح V1 and V2 الpressure زي ما شفنا حسب المعادلة PV as N يساوي C that means pressure is equal CV as minus N فتم تعويض الpressure بقيمتها هنا CV as minus N بما أن C constant فيصبح الwork يساوي التكامل أو قبلها ممكن إخراج constant V1 V2 CV as minus عذروني هنا C C هنا تروح ويبعنا خرجناها برا التكامل فتصبح C V1 V2 لعنتغران between V1 and V2 V as minus N بالطبع هنا dV التكامل حجة V minus N dV يصبح لماذا شباب يصبح لV minus N مع واحد على أو تقسيم N مع واحد ما ننسى هنا C هذا between what between V1 and V2 طيب لو خلصت هنا المعادلة رح تصبح لC تساوي زي ما شوفوا هنا المعادلة اللي موجودة هنا V2 as minus N مع واحد minus V1 as minus N مع واحد على minus N مع واحد طيب لو رجعنا هنا للمعادلة من فوق لو رجعنا هنا للمعادلة من فوق عندي PV as N تساوي C فهنا ممكن كتابة C تساوي P1 V1 as N أو أيضا P2 V2 as N right or not بما أنها المعادلة هذي صح between state 1 and state 2 especially يعني بالتحديد أو بالتدقيق في state 1 وأيضا state 2 فلو بغيت المعادلة هذي هنا انحلها تصبح لي C V2 as minus N مع واحد minus V1 as minus N مع واحد تقسيم minus N مع واحد ما ننسى هنا إيش ننسى هنا إني فتحت C حلية C minus C أيضا طيب ممكن هنا تعويض C بقيمتها هنا وتعويض C بقيمتها هنا وتصبح المعادلة عندي P2 V2 as N V2 as minus N مع واحد نقص منها P1 V1 as N V1 as N مع واحد ما ننسى هذا أي شباب هذا C وهذا C تقسيم minus N مع واحد وهنا عندي عص N وهنا عص minus N مع واحد إيش تبقى لي هنا تبقى لي P2 V2 minus P1 V1 تقسيم إيش 1 نقص N تمام شباب فهنا المعادلة اللي وصلنا لها هنا مؤخرا طيب فهنا لو بغيت أني لخص الأمر هذا بكله لما يكون عندي P2 أو عندي علاقة تجمع ل Pressure و Volume is equal constant فهنا اللحظ أنه الور يساوي P2 V2 minus P1 V1 تقسيم 1 نقص N طبيعي هنا شباب طبيعي هنا يزمنا انتبهوا إلى شيء معين إذي هو إيش إذي هو إنه ال N يلزمها تكون مختلفة على ماذا على 1 وإلا تصبح المعادلة هذه تماما خاطئة في حالة ال N تساوي 1 في هنا طريقة حل ثانية ورح نشوفها إن شاء الله خلال تمارين أو خلال tutorial هنا نكون خلصت المحاضرة هذه نتمنى انكم في البيت تاخذوا مثلا N تساوي 1 وين 5 وتحاولوا انكم تحسبوا الwork في الحالة هذه وتستنجوا قيمته ونشوف هال المعادلة هنا عشان نتعود عليها في كتابتها في بعض المسائل إن شاء الله هنا نكون خلصت المحاضرة أتمنى انها تكون واضحة السلام عليكم ورحمة الله موسيقى